مرحبا شباب شونكم شاء اخباركم شاء الله تكون مرتاحين لوسي رجعت اليوم بمحاضرة جديدة واخيرا من قبل تصوروا معي ياضحنا نشكرتك على معلومات عمي تقول وقروزين وركزوا بهذا الموضوع كلا 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 يلا عني شوفكم خير ونبلش بالمحاضرة شباب اللي اريد من يمكس الطفيل كل الشعارات تركزوا معي موضوع جدا مهم الجزء الثاني عندي من التكاثر بالانسان الجهاز الانثوي كل مهم عليها سئلة وعلي تعارف مهمة منها سأقول لك يا حاليا والله صراحة يعني حاليا الساعة بثلاثة الا خمسة بالليل انا دا اصور لكم اوكي فاتمنى انو تقدرون هذا الموضوع واتمنى انو تشدون حيلكم وياي ودرسون اول باول وتابعون هالمحاضرات وشاركوها لاصدقائكم فاللي اريد من يمك انو تنتبه لي هنا اكمل احضات زين دكتور شوي الكتاب بهذا الموضوع صاير هوسة اضافة لانو المجزة مهماتين حاجية مثل ما هو مطبق بالكتاب اي والحال دكتور حبيبي شوف انو مختصر قلبي انت هذا اريدك هذا المخطط السجلة كل الملاحظات كاتب لك ايها سواء الملاحظات ماتت الجدول او ماتت الشرح اللي موجود عندك فهس انو هذا راح تحتمد عليه بكلش بالموقع بالوظيفة بالتعارف بالتأكل شو راح تحتمد عليه اوكي حبايبي فانو مارد انو اي هوسة منها منها مارد انو اتيه انو اوكي شا تابع انا تابع المخطط اللي موجود عندي هذا لخلكم يا المربع اللي بي الاعظام مثل المبيض وقناة فالوب لو مثل الشرح فاحنا ماردين ندوقكم لا انو اريدكم شنوا تكونوا نوياي عوفك من الجدول عوفك من الشرح ركز وي هذا الموضوع وي هذا المختصر بالضبط اللي اريد يميك هذا المختصر ولقوا قلم وتأشرو وياي والضبط امورك بي هذا المختصر راح يغنيك عن كرش حتى لا تقول الدكتور ها ينطي بس الملخصات بس الطلاب وكذا هذا الملخص شامل للكل الكل طلاب اليوتيو طلاب الالكتروني طلاب المحاضرات الحضورية كليةكم على الاطلاق لازم يستجلوا لهذا عندي المخطط لهذا راح يغنيك عن الكلاوات اول شغلة عند الجهاز التكاثر الانثوف الانسان اهم شغلة به اللي هو عندي المبيض اوكي مثل ما راح تشعينا على جهاز الذكري كان عندي اهم شغلة به اللي هنا عندي شنو الخصيتين هناك الخصيتين هنا عندي شنو هماتين مبايضة فين بقوا علي هذا عندي المبيض هماتين تقريبا انه بيضة والشكل اوكي هذا المبيض مثل بالضبط قريب على الشكل اللي عندي الخصة زين وطبعا هذا المبيض صراحة يعني مسبب مشاكل للبنات بصورة كلشة شبيرة يعني اغلب المشاكل الانثوية بسبب عندي المبيض تشوفونا مرة تصير عندي تكييسات عالية تشوف مرة تصير بيه خربطة بالهرمونات يعني تشوف مرة تبنيه انه عدتها شعر كثيف اوكي يعني زين الشعر ويرجع يزيد مثل عدتها يطلع على هنا بالحنج مالتها قريب على الزرف ماتس تغيرات ساعة شوفها ساعة ضعيفة بسبب شنو عدي هنا اقل تكييس اقل خلل بالمبيض اقل خلل بالهرمونات مالتها يعني خلاص باي باي حواليا المبيض اهم الغدد اللي موجودة عندي بالانثى من اهم الغدد اللي موجودة عندي بالانثى ليه شباهو علي اولا ان هم سبب بانتاج البيض ها انتاج شنو عندي البيض وكانت الخاصة شنو انتاج النطف فهذا نعدي هنا شنو انتاج البيض هذا السبب الرئيس هناك كنت بالخصصة هماتين انتاج الهرمونات خصصا عندي الهرمونات الستروايدية بالضبط منه هرمون التستستيرون اللي هو كان عندي هرمون ذكورة اما هنا لا هرمون عندي راح ناخذ عدة هرمونات من ضمنها هرمون الايستروجين سننتقدم راح ناخذ لبروجسترون حبايبي فاكو هرمونات انثوية وعند هرمون ربيولاكتين فكل هذه هرمونات أنثوية موجودة عند داخل الأنثى لكن بالأدق أنه هنا المبيض سيساهم عندي بإنتاج هرمون الأيستروجين أو مراتي صحول الإيتو هذا الأيستروجين هو الهرمون الأنثوي المسؤول على نعومة الصوت أنه خلو المرأة عندي من الشعر الملامح الأنثوية كل اللي يتعندي بسبب هرمون الأيستروجين فإذن عندي هنا المبيض إنتاج البيض والنقطة الثانية اللي راح تكون عندي شنو هي الهرمونات الجنسية يعني هرمونات الجنسية قلنا الهرمونات الخاصة بالشكل الخارجي بالصوت عندي بقلة الشعر أيضا عندي برفع الشهوة وزيادة الرغبة الجنسية كل بسبب عندي هاي الهرمونات الجنسية من ضمنها عندي هرمون الأيستروجين أقل خلل قلنا أقل خلل يصنع عندي بالمبيض مراتي يصنع عندي بورام أوكي مرات إنه يصنع بورام أكو مرات أورام حميدة وخصصاً لأورام الحميدة كل اللي تنتشر به هذا فهذا عنده يضطر لأنه الدكتور أما يعالج وإذا ما يجب العلاج فعنده شنوان يشيلوا كله هذا يصير به عامة استقصال أو مرات تصير فوقا فوقا تكيوسات البنات يفهمني ويعرفوا أنه هناك حالات تصير به شنوان تكيوسات فوقا هاي التكيوسات تلعب جولة بالدورة الشهرية يصير به خربطة وقلت لكم ظهور الشعار خشون الصوت 24 ساعة ممكن خاملة ما بها حين كله تبسبب شنوان أي خلل عندي بالمبيض إذن عندي هسا المبيض كوظيفة رئيسية راح تكون عنده شغلتين اللي راح أكون عندي إنتاج البيوض إضافة لشنوان عندي الهرمونات الجنسية إذن هسا خافي يجيك عندي ما موقع ووظيفة عندي المبيض في الإنسان راح نقول له وين في الجهاز التكاثري الأنثوي في عندي الأنسان أو في اونثاء الأنسان راح نقول له شنوان إنتاج البيوض إضاف له شنوى الهرمونات الجنسية إذن لازم تركزين به يلا ويعم الموقع و оказ� ووظيفة الموقع راح نقول له في الجهاز التكاثري الأنثوي في عندي أنثاء الأنسان أوكي زين الوظيفة ماتة راح نقول له إذن ذكر أول شيء هو إنتاج البيوض من اسمه مبيض يبيض مبيض شنوها يبيض أوكي مبيض شنوه يبيض حلو إذا شيء بيض موي بيض الحائط لا شنو صباغ مطلعاني لا راح أقول ليابا إنتاج البيض أوكي زين بعد قلنا ذكروا لي أنه صفات الأنثوية كلية يعني شنو صفات أنثوية يعني أكو هرمونات هو المسؤول عنها إذن عدي شنو وإنتاج الهرمونات الجسية زين يقول يابا تنمو البيضة البيضة داخل وين؟ داخل حويصلة أوكي يصحوا لحويصلة إكراف سؤال السؤال وريدك أنت تجاوب عليه خذناها ببداية الفصل قلنا أكو حويصلة إذن شنو نسميها بالضبطية نفسة هذه الحويصلة الفلانية ما راح أذكرها غصبا ما عليك أنت طالب سادس ومركز بالموضوع وياي من البداية راح تعرفها إذن عنده هنا حويصلة تكراف في هي نفسها أكو حويصلة خذناها نسميناها وقلت لكم مهمة وعليها تعريف زين طبعا هي راح تنمو بداخلها عندها البيضة بعد راح تنفجر عندها الحويصلة وتخرج مياه عند البيضة ناضجة زين طبعا هنا راح تكون عندها هاي فراغات أنه تنمو البيضة داخل حويصلة تدعى بمن بحويصلة تكراف زين اللي هي نفسها الحويصلة اللي ذكرناها ببداية الفصل الثالث زين حبيبي يلا ركزوية يقول تنتج عند المرأة حوالي إيش قلت 13 بيضة في كل سنة في كل سنة إيش قلت 13 بيضة يعني ما يقارب أنه كل شهر بيضة واحدة وخصوصا أنه بيوم الأرباطة عشمالتها إن شاء الله راح ناخد يعني بعد شوي أو بالمحاضرة الجاية أنه أكو دورات أكو الدورة عندي الرحمية أوكي والدورة عندي المبيضية أوكي حبيبي بدورة المبيضية بيوم 14 راح تجي أيام مع الأيام الدورة الشهرية تعرفون أنه المرأة تمر بدورة الشهرية مرأة تكون خمسة أيام ينتهي فترة الحيض فترة النزيف وراها أنه تاخذ يوم شفاء من هذا الموضوع وراه السبعة أيام من سبعة إلى يوم 14 هذا احنا نسميها الفترة النشوة الجنسية تكون تعافي الرحم أوكي والسعداد لأنه المبيض لإنتاج خلايا البيض أو إنتاج البيض خصوصا أنه يوم 14 بالشهر بالشهر يعني بالتقويم ما 14 مثلا 14 خمسة أو 14 ثلاثة لا بالتقويم مات الدورة الشهرية مات البنية كل البنية عدتها شنوة جدوى الخاص بيها أنه راح تبدي بيها من أول يوم ينزل الحيض ينزل الدم إلى أنه لا نهاية الشهر أكيد كل البنية يعني بالغالب أنه أكو بنات يسون هذا الجدول ويعرف النفسين أنه شوكث راح تجيين الدورة بفلان يوم أو ممكن تتأخر وذا تأخرت وضروري ضروري يعني أنا اليوم الموضوع محرج لأمانة ما لدي أنطيه فقط درس بس باعتبارك يا طبيب أحكي وياك ضروري كل البنية تكون حاسبة الدورة الشهرية مالتها شوكث تبدي وشوكث تنتهي أوكي حبايبي لازم خصصا أنت كابلاتي الحالية جاي تابعا عنه بعمل 18 19 17 ممكن حتى 16 ضروري أخواتي العزيزات في دول قلبتشان أخذانها نصيحا مني كطبيب لازم يكون عدتشان شنوى جدول كامل هي خص أنه الدورة بكاملها الدورة الشهرية كاملة بحيث أنه أنت تعرفين إذا تأخرت الدورة معناها أكون مشكلة وإذا جدتي قبل يعني قبل الموعدة هم ما ترأى أكون مشكلة وهذه المشكلة ممكن تكون مشكلة هرمونات أو مشكلة تكيوسات بالمبايض أو ممكن خلل عندي بالرحم مثل هسر شون رح نأخذه رح نشرح إن شاء الله على الرحم فأنتي لازم تحسبين والدقيقين أي خلل ترى ممكن يأثر عليك فممكن ترى جدا جدا خطرة أنه تتأخر الدورة خصوصا للبنية العادية الممزة والجهزات أخرت أوكي ترى سببه هواي مشاكل خربطة بالهرمونات تندمرين دمار ألم بخصوصا قريب على منطقة المثانة يعني بداخل الرحم هواي مشاكل رح تمرين بيها فأحنا ما نريد أنه تتطور لازم كل ابنية يكون عندها شنوة جدول شهري حتى تشوف أنه بالموعد مات الدورة الشهرية ماته بفترة الحيث خصوصا باليوم الأرباطعش من هذا الجدول أنه رح تكون خصوصا للمزوجات فرصة كل شيء شبيرة إذا جامعت ويا رجلها بعملية الجماع ممكن أنه تحبل بسرعة أوكي حبايبي فلا حياة في العلم أنا صريح شوي ومعلومات طبية إياي لكم يعني اليوم ممكن أكثر شيء رح ينقابلوا الكاميرا ونهج فيوم أرباطعش هو يسمونه يوم التبويض أرباطعش إلى أخمسطعش يوم التبويض هذا ممكن أي علاقة تكون بها مثل ضعف بإنتاج الحمل بين الرجل والمرأة ممكن ذلك يتأخرون بعملية الإنجاب ممكن يستغلون هذا اليوم أو ممكن مثل الطبيب رح يشرف عليهم ينطيهم فد هرمونات محفزة لعمليات التبويض حتى يساعدهم هذا اليوم حتى يتم عندي مواسطة المبيض وإنتاج البيض بيوم الأرباطعش من الدورة الشهرية مات المرأة فخلوها ببالكم أنه لازم كل بنيا عدتها هذا الجدول أوكي ولو يعني اليوم المحاضرة شوية محرجة بس ما يخالف أنا كطبيب حتى أدي اللي علي قبل أكون مدرس أوكي حبابي إذن المبيض إنتاج شغلتين إنتاج المبيض إنتاج البيض وإنتاج شنو الهرمونات الجنسية شكم مبيض عندي راح تكون عندي راح تكون عندي اثنين مضايض في أنثى الأنسان زين قلنا يا أبا عندي تنمو البيض داخل حويصة سميناها حويصة تكناف تنتج عندي المرأة جيد قلنا 13 بيضة في كل شهر راح تكون عندي بيضة واحد زين تبقى عندي المرأة خصيبة يعني شنو خصيبة يعني قادرة على إنتاج البيض أوكي لمدة 30 سنة أوكي شنو لمدة 30 سنة 30 سنة طبعا هنانا راح ينقسمون شقهم ناس تقول 30 سنة من عمرها بالكامل أنه توصل ل30 ناس تقول ما بعد مرحلة البلوغ وممكن ترى هذا الرقم يعني مو ثابس ممكن 40 مرات 45 أكو ناس أكو بنات أو نسوان أنه يحب لنا بعمر الخمسين أوكي فكلش طبيعي هنا أنا حسب شنو حسب قدرة المضايض أوكي وعدم عجزها حسب أنه تغذية صحيحة حسب ممكن الرياضة حسب البيئة بعد هي شون راح تكون الأمور كليته يعني شغلها خاصة أنه بالإنسان ومحيطة حسب أنه الصحة مالتها هماتين يكون عندي قادر على إنتاج البيض فيقولي هاب طبعا بالكتاب أنه مدة 30 عام لكن هذا الشيء مثابت بس إحنا ممكن أنه يجينا فراغ بالوزاري تبقى المرأة خصيبة يعني خصيبة شنو قادرة على إنتاج البيوض لمدة جيد 30 عام زين بهاي 30 عام طبعا عندي راح يتراوح البيوض اللي ممكن راح تتخصب وتنضج أوكي من 300 إلى 400 بيضة أوكي طبعا هذا العدد بالنطف أضعاف أضعاف أوكي كل شيء شبير بالنطف ليش إذا تذكرون أنه الإنسان ينتج بعملية إنتاج النطف أربعة خلايا نطفية بينما عندي بإنتاج البيوض شرح تكون عندي بيضة واحدة ذات الذكورة فراح يكون تقريبا أنه في أربعة من هذا الرقم زين هنا نخلوه أبغالكم أنه من 300 إلى 400 بيضة أنه تكون عندي هاي البيوض قادر على أنه مباشرة تتخصب أو تنضج وإذا ما نضجت مثلا مباشرة أنه راح تنحل وما راح أصل بها أي عملية شنو عملية إخصاب فخلوه أبغالكم أنه المبيض إنتاج البيوض أضافة لأ الهرمونات الجنسية وضحناها وقلنا يا بلبيضة ورح تنمو داخل هاي الحويصة ليسموا حويصة لشنو حويصة لتكاف أضافة لأ أنه فراغ كلش مهم تنتج المرة حوالي 13 بيضة ما يقدر أنه بيضة واحدة خلال كل فترة يعني الشهرية أو الدورة مات الشهرية زين هسا هذا بالنسبة لمن عدي للمبايض ما دام مبايضة اثنيا إذا لازم أكو فتقنوات تنقل من هاي المبايض تنقل من هاي البيوض بالضبط مثل ما خذناها وين بقناة النقل الماتي اللي خذناها بقناة النطف أوكي حبابي القناة الناقلة للنطف أو القناة النقلة للحيامل بالجهاز عندي الذكري هم ماتي لازم أكو هنا أنا أبو التكسي خلي نسمي أو تكسي خصوصي تنقل عندي منه البيوض اللي يتم إنتاجها بالمبايض فما دام عندي مبايض اثنيا إذا شنو قناتي بيض أوكي قناتي شنو قناتي البيض أو شي الصحول هن وطبعا هاي مرشحة مهمة جدا جدا والعباس كلش مهمة دائما تجي تعريف قناتي فالوب قناتي فالوب جايقور شنو اثنين قنوات قلوا أبعلكم كلمة فالوب دال على العالم اللي اكتشفها قناتي فالوب أو قناتي البيض بقولها هاي حبايب هذا المبيض وهاي عند القناة بالضبط مثل القناة الناقلة عندي للحيام اللي خذناه ذي شو المحاضرة هاي قناتي فالوب هاي عند هنا قناة طبعا رح يواجهها بالطرف الثاني هماتين أكو قناة بالمبيض الثاني أوكي حبايب زين يقول يابا عندي الوظائف مالة حبايب يقولنا هاي رح نتفذق انه شرحنا فقط على الصبرة ما انه شغل لا بالملزمة ولا بالكتاب تأخذون هذا الملخص قناتي فالوب أول شغل عندي رح حمل البيض أوكي حمل شنوه حمل البيض رح تأخذ عندي البيض زين من خذتها وين تودي إيصال البيض إلى الرحم ها هذا الرحم هذا عندي المبيض رح تودي لي البيض بهاي الطريقة وين إلى الرحم زين إذن هي إيصال البيض إلى الرحم ويحدث الإخصاب فيها الإخصاب عنده بقناة فالوب هنا بهاي القناة حبايبي رح صنع عملية الإخصاب ليش رح تجي منها للنطف طبعا النطف رح تدخل عن طريق المهبل إن شاء الله رح ناخذها بعملية إنه الحمل وشان تكون عندي عمية الحمل والإخصاب رح تدخل من الفتحة مات المهبل تمر بالمهبل تدخل عنق الرحم عنق الرحم رح يساعدها بدفحها وعند تدخل إلى الرحم بالأخير توصل إلى قناة فالوب من هي النطف النطف رح تتلاقى ويمن ويمن البيض اللي تم عندي إنتاجها من المبيض ويمن رح تلاقون بقناة فالوب فقناة فالوب أول شغلة رح تصير بها أنه هي حمل البيض وإيصال البيض إلى الرحم وخلال عندي الملتغ خلال الإيصال رح تكون يحدث بها الإخصاب حظائبي رح يحصل عند بها الإخصاب رح تلتقي النطف ويمن ويالبيض داخل من قناة فالوب دير باش ممكن يجيك فراغ تلتقي النطف مع البيض في عندي أنثى الإنسان في فراغ وين في قناتي البيض وقناتي فالوب ورح يصير عندي الإخصاب فيه زين مصر عند عملية الإخصاب رح هنا الزيجة أو خلت نقول الجنين رح ينزل إلى الرحم ورح ينغرز به هذا كل إن شاء الله رح نغرز محاضرة جاء العملية كاملة رح نحشيها بس حتى أوضحها بشكل مختصر رح يزل عندي الجنين أو البيض المخصبة ورح تلزق تلزق داخل الرحم ويتم عندي الحمل ويتوسع الرحم مرور الأيام رح يكبر وينحاط الجنين وإن شاء الله المخاضرة جاء رح نأخذ إذن عندي قناتي فالوب من اسم قناة لازم توصل قناة توصيل خلي بالك حمل البيض ويصال البيض إلى الرحم ويعدث عندي الإخصاب فيها لماذا يعدث الإخصاب فيها لأنه عملية التقاء النطف ويالبيض بهاي المنطقة الزين كتعريف رح نقول له عبارة عن أمبوبة نهايته الأمامية لها فتحات قمعية حبايب نضعه هنا تكون عندي مثل القمع صايرة حبايب يعني هاي نهاية القمعية ليش هاي النهاية القمعية قمعة الشكل رح تستقبل البيض مباشرة عندي رح تدخل بداخل البيضة التي عندي رح تستقبل البيض اللي رح يتحرر من المبيض مثل ما عرفنا خلال فترة التويض يعني خلال اليوم الأرباطعش كل سجل هاي مكان الملاحظة زين طبعا خلال فترة عندي القناة باوع نهاية بشكل انبوب ونهاية رح تكون قمعية الشكل هنا باوع شو رح يقول وقناة البيض ذات بطانة مهدبة تكون مهدبة ليش مهدبة هنا رح تنزل البيض رح تمر هذا عندي الأهداب رح تصير هاي الحركة تموجية بهاي الحركة تموجية مالت مباشرة شبي عندي رح تدفع تدفع عندي البيض في مسيرته حواي بدير بالك تعلي كل مهم تكون قناتي فالوب ذات بطانة مهدبة ليش لدفع عندي دفع البيض في مسيرته زين تقطع قناتي البيض في الجانب أو تفتح العفو تفتح قناتي البيض في الجانبين العلوي للرحم طوع علي هاي الجانب العلوي هذا هذا الرحم بالبرتقالي ركزي به هذا عند الجانب بالنهاية العلوية رح تنفتح عندي هنا تنفتح هنا إذن هي في وظيفة إيصال البيض المن إلى الرحم أوكي وبعد عندش راح السرواة تحدث فيها عملية شنو عملية الإخصاب ورح تفتح بالنهاية العلوية مالة من مالة الرحم هذا الرحم أوكي حبايبي هاي عنده رح تفتح بالنهاية العلوية مالة حتى مباشرة شنو ثبت بالجني زين حبايبي قناة فالوب طبعا ما رح نقولها هي عبارة عن أمبوبتان ركز ويا يلا ردد ويا يلا حبايبي رايدي تركز ويا والله محاضرة كوش طويلة وجاي نصورها بوقت كوش متأخر فالوب تركيز كوي عبارة عن أمبوبتان احنا منسمناها قناتي فالوب يعني قناتين قناتي طويلة قمعية شنو قمعية الشكل وليش قمعية الشكل ممكن اجيب لك ياهاني بالإثرائيات ليش انه راح تستقبل البيض الذي عندي يتم انتاجه بواسطة منه المبيض زين شرح تكون مالتها من الداخل راح تكون ذات بطان شبيها عفي عليك مهدبة ولا بطل اللي مركز بالمحاضرة بطل راح تكون مهدبة ليش مهدبة شرح تكون عندي اللي دفع عندي البيض في مسيرته زين ورح تفتح في النهاية العلوية مالة من مالة الرحم كل مهمة والله صدقوني ورح نذكر التعريف رح اقول ووظيفتها يحمل البيض ويصال عندي البيض الى الرحم ويهدث فيها الاخصال كل مهمة هذا التعريف مهم والله العظيم من المرشحات بموضوع الإنسان المرشح الأول هو هذا قناة فالو دائما يجيبها حتى الى ثالث من توسطها ما تين يجيبها إذن عنده قناة مخصصة عبارة عنهم وبتال نهايتهم الأمامية ذات فتحة تكون عندي قمعية تستقبل بيها عندي البيض الناتج من المبيض ذات بطانة عندي مهدبة حتى شنو تمكن من عملية دفع البيض في مسيرته وإضافة لأنه شرح تكون تفتح في جانب العلو من الرحم وظيفة حمل البيض وإيصال البيض وبالتاكسي قناة ويحدث فيها عندي شنو الأخصاب زين وصلنا هسا المل للرحم باعوا لهذا الرحم هذا الرحم هسا هنا ممكن نلتقط هاي النطفة ماذا رح تلتق ويا البيض الصالة أنا أعدي النتيجة ماتي بيض مخصبة حلو يعني شنو جنين أول هذا الجنين عندي رح ينغرز هنا مثل ما وضح نقل شوي ينغرز وين بالرحم حلو إذن الرحم يتخصص لإحتضان الجنين أثناء الأشهر التسعة شنو الأشهر التسعة يعني شنو الأشهر ما تلحمل هو هذا رح يكون المتخصص بكل وظيفته رح يوفر كل شيء مثل الغرفة اللي رح ينمو بيها من واع عنده الجنين إذن هو يتخصص لإحتضان الجنين أثناء الأشهر التسعة لبقائه داخل الرحم هذا عند الرحم مش بي ذو جدران عضلية سميكة جدا هاي الطفل الطفل يعني ببرور الأشهر ما رح يكون كل شيء ثقيل يعني بدل ما أنه كان ممكن عبارة عن خلايا لا تنشاف ممكن بس مرور الأيام رح يزداد أوكي يزداد الحجم ماته يزداد الكيلوات ماته وممكن رح يكون شبير فكيف ما إذا كانت الرحم أنه خلايا ضعيفة أو عضلات تكون كل شيء ضعيفة هو خلايا عضلية أوكي لذلك هذه خلايا عضلية تتقلص خلال عملية شنو عملية الإنجاب أوكي من المرأة تريد تجيب الطفل رح يتقلص أوكي ليش يتقلص لأنه شنو عضلة فممكن هذا الرحم ممكن بعض النساء يكون بها أنه الرحم ما لتها يكون كلش رقيق أو عنده ضعف أوكي يعني يكون ضعف في هاي العضلة فهيا مدام بها الضعف في هاي العضلة ما رح تقدر تستقبل الجنين إذا كشاح يصير عندي إسقاط أوكي حبايبي هاي شاء الله تخضو بمواضيع النسائية والسؤال فهذا الرحم خلوه أباركم ذو كتلة عضلية أوكي هاي العضلية تكون سميكة لكن بعض النساء يصير عن إسقاط بسبب الرحم ممكن يكون الرحم شبيه الكتلة العضلية ماتتين مقوية فما رح تكون قادرة على إمساك الجنين لأن الجنين بعد ما يوصل لثمانة شهر أو تسعة شهر رح يكون عندي وزنة كل شيء شمير أوكي فعندي هراي العضلات هي اللي رح تسيطر فبالتالي هو قادر أنه حتى يتقلص حتى يدفع الجنين خلال عمية الإنجاب فخلوه أباركم ذو جدران عضلية سميكة خلصنا منها وبعد وأوعية دموية كثيرة ها أوعية دموية كثيرة وبطانها رح تكون عندي متخصصة زين الأوعية الدموية الكثيرة هاي شو رح ستسبب لي هاي رح ستسبب لي النزيف أوكي النزيف يا نزيف ممكن النزيف خلال فترة الحمل أوكي بسبب أنه هاي القدرة مات العضلات ما جاه تقدر أنه شيء للطفل فيصير دائما النزيف ممكن يؤدي إلى أسقاط الطفل هاي وحده ممكن أنه هذا النزيف جايني خلال فترة الحيب أوكي فترة الدورة الشهرية أول خمسة أيام أو سبع تأيام رح يصير شنوى الدم منين هذا رح يجي الدم من تجديد تجديد شنوى جدران الرحم إن شاء الله رح نحن نحك عليه بالمحاضرة الجاية فهذا الدم منين يجيب سبب كثرة الأوعية الدموية ممكن أنه خلال عملية الجماع ممكن إذا وصل القضيبة أو عضو الجماع الذكري إلى المهبل ممكن بس يطخها شوي رح يصير مباشرة النزيف لماذا نزيف لأنهم مليون بمن بالأوعية الدموية وهذا يحدث أحيانا كل شيء هواي بالمجتمع خصصا المجتمع الشرق لأن ما عنده فدوعي بعمليات الجماع فممكن هذا رح يسبب نزيف فخلوا أبنالكم أن الرحم عبارة عشنوى ذو كتلة أو جدران عضلية سميكة وبعد وجود نوعية دموية كل شيء شبيرة وهي هاي الأوعية دموية قادرة أنه تغذي الجنين وتحمي الجنين وراح تخليه مو ينضج بداخلها وممكن رح تكون هي السبب الرئيسي في قتل الجنين لو صار بها نزيف أو كان بها شنوى كان بها ضعف فحظايبي موضوع الرحم إذن كوظيفة يتخصص لإحتضان الجنين أثناء الأشهر تسعى لبقاء داخل الرحم والموقع ماته في الجهاز التكاثر اللي أنت وفي الإنسان شباب هزا رح نأخذ عدي جزء القبلي الأخير يسمونه عنق الرحم من اسمه عنق الرحم يعني النهاية أو الفتحة ماتة الرحم الأخيرة هاي بس هاي باعوا هاي المسافة يسموه عنق الرحم أو الفتحة ماتة الرحم أو الفتحة الرحمية زين بيع فائدة بيع فائدة كلش مهمة باعوا يفرز مواد مخاطية حل فرز مواد مخاطية أنتم تذكروا أنه هناك راح يدخل العضو الذكري راح هناك تنفرز مننا النطف بعمليات القذف النطف راح تمشي داخل المهبة راح توصل عنق الرحم عنق الرحم الشرح ينطيها مواد مخاطية تسحي أنه تمزق أو ساعد بعمليات دخول النطف داخل الرحم وبعد هذه المواد المخاطية مو بس سهل حركة بوعي مو بس سهل حركة النطف أنه تدخلها خلال الرحم والحد ما توصلها قلناة فالو بسرعة مية الإقصاب لا راح تساعدها أنه تحميل الجنين من الإصابات البكتيرية لأنه المهبل المهبل مات المرأة يكون عرضها دائما لوجود البكتيرية ومن أخطر البكتيريات اللي موجودة هنا لذلك أنه هاي المنطقة سيطلب تنظيف حساز جدا جدا ونجب أن تطلب وعي في كيفية تنظيفها وأنه خلوها من الجراثيم والبكتيريا فعند أيها هنا الأفرازات هي الأفرازات هاي الأفرازات المخاطية أوكي ملمسها مخاطي ستساعد بأنه تدخل النطف اتعبرها إلى الرحم أيها الأفرازات المخاطية الله سبحانه وتعالى خاطها حتى تحميل الجنين الجنين من راح يكبر هنا داخل الرحم ستحمي من عدم دخول البكتيريات البكتيريا ستسلل منا وتدخل هنا وراح تقول لا 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 دير بالش ترقت ليش بتسموه إذن هي مخاطية سهلة شنوى دخول منوى النطف وأيضا عندي شمية راح تحميل الجنين من راح يكبر هذا كعنق الرحم المهبل المهبل اللي راح يكون عندي هذا الجزء كليته المهبل هو عضو الجماع عضو الجماع الخارجي هذا عندي أولا مهيئ لاستقبال الجنين الجنين من راح يكبر بالرحم راح يصير عملية الولادة هذا المهبل راح يعرض لها أبعد حدود في سبيل أنه يكون مكيف لخروج الطفل من يمه إذن مهيئ إلما لاستقبال الجنين زين بعد مهيئ لاستقبال العضو يا عضو؟ العضو الذكر اللي هو القضي لين الشيء هذا راح تكون هنا فتكتلة شنو هماتين عضلية راح تكون هوا يعني أنبوبة عضلية ما دام أنبوبة عضلية إذن هي تقدر تتقلص وتقدر شنو هماتين تلمد فهو راح يمتد عنده شنو نزول الجنين من الرحم وإذن هماتين راح يتوسع عنده شنو عنده دخول منه دخول العضو الذكري أو عضو الجماع الخارجي القضيب المن داخل عندي هذا المهبل حتى تتم عملية الإخصاب وعملية الجماع زين بعد عندي هنا راح تكون هنا بسرعة معضاء التناسل الخارجية راح تتمثل هي بسرعة عام أنه الفتحة الهنانة فتحة المهبل إضافة لأنه الشفرات الشفرات الخارجية أكو شفرتين الشفرات الصغيرة وهذه الشفرات عنده شنو الكبيرة هذا فيما يخص أنه موضوع الجهاز التكاثر الأنت وفي الإنسان حوالي بهذا الملخص هو المطلوب من يومكم هو هذا اللي تجاوبون تجاوب نموذجه تحيرون لا بجدول ولا بمادة كتاب تجيبون هذا تنسخوا وتخلوه هو اللي راح يفيدكم وإن شاء الله احنا مكملين هذا الموضوع عذر موضوع شوية معقد ومشعب وممكن البعض يجري مياما لكن لا حياء في العلم هذا أنا طبيب وأنا جاي سؤالي في لكم وجاي شرح لكم فأنتم بقتيامكم موضوع كل شي مهم حتى يفيدكم حياتكم اليومية أتمنى أنه ما قصرت به وعذرونه على التأخير ممكن إذا صار وأريد همتكم وياي بالقناة تشاركون كل المحاضرات للطلاب حتى يشوفون هذه المحاضرة كل شي مهمة أرجع لكم إن شاء الله بمحاضرة اللي هي محاضرات الدورات راح تكون الدورة الرحمية والدورة المبيضية أضافة لأنه تكاثر العذري ونخلص من الفصل الثالث أشوفكم بخير إن شاء الله بقرب وقت مع السلامة